في ذاك اليوم حقيقة نعتبر أن بدايتي ودخولي في عالم الكاراتي هو انطلاقه يعني كاراتي لعبها فيها ملهمة نعتبرها لأن الإنسان يعني فعلا يستخدم جميع عضلات جسمه وفكر حقله في هذه اللعبة فكنت محتاج جميع الرياضات محتاج رياض اللياقة ومحتاج تقوية العضلات ومحتاج جلد الدور التنفسي والرشاقة يعني تشمل الكاراتي لابد أن تكون تحتوي حتى السباحة تحتوي جميع أو تدخل داخل هذه اللعبة الكاراتي جميع الرياضات عشان تبرز وتكون مميز من هذا الحقيقة عندما طبعا بدأنا في الكاراتي والتدريبات ودخلنا دورات في الطب الرياضي وبدأنا نقرأ الكتب ونترجم حتى بعض الكتب اليابانية والأجنبية دخلنا في قضية أنه لابد الإنسان يقدم هذا العلم وهذه الرياضة للناس الآخرين فبديت أنشر اللعبة وأدرب وفي المراكز صبعا أول مركز كان مركز الملز وثم دخلت عالم المنتخب منتخب المملكة الكاراتية وصورت لاعب وبعد ذلك اتجهت إلى الأندية لأن اتحاد الكاراتي كان الهدف نشر هذه اللعبة بسرعة فقالوا أفضل وسيلة هي الأندية فاتجهت إلى نادي الهلال وكان لا طبعا لا يوجد فيه كاراتي ولا يمكن كثير من أعظام الشدرة ما يعرفون الكاراتي أساسا فلما جيت ودخلت عليها وقلت والله أنا مدرب وعندي كاراتي ونحزن بني لسه قالوا الله حييت بس احنا ترى ما عندنا حاجة يعني قلت بدي بس أعطونا مكان فقط لا غير فبدأت انطلقت الكاراتي معي في نادي الهلال ولله الحمد خلال يمكن ثلاث سنوات اربع سنوات أخذنا بطولة الوسطى السنة الرابعة أخذنا بطولة المملكة انطلقنا ليه ما شاء الله المجموعة اللي اخترتها أنا ولله الحمد كانت مجموعة أصلا أنا ما أقوله ناشفة مجموعة قوية أصلا في طبيعتها لأننا كنا في منطقة وفي حلس محلة القصمان ما شاء الله من أشهر المواقع كان الشباب ما شاء الله رائعي ركض وجريب وتعرف اللعب الكورة أياما كان لعب فباختصار أنا من هنا حسيت ان الكاراتي محصورة أو ضيقة النطاق ففكرت في قضية الرياضة أوسع وقضية اللياقة البدنية وجدت كل الألعاب تحتاج إلى لياقة بدنية فبديت أفكر فعلا في تقديم برنامج رياضي لتعليم الناس لأن الكاراتي علمتني أشياء كثيرة من ضمنها علمتني كيف أكسب القوة والسرعة والرشاقة والتوافق العضل العصبي كيف يعني كل محتوية أو كل مكونات اللياقة موجودة في الكاراتي فاتجهت إلى دراسة هذه ودخلت دورات متقدمة ولله الحمد يعني استطاعت في الفترة هذه فريقي حتى يتفوق ويصير من أفضل فريق في المملكة وخذنا 11 بطولة للمملكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك وجدت أنه لا بد أن يقدم برنامج فتقدمت في الفترة للتلفزيون السعودي وقلت له ما أنا عندي كذا كذا فكان فيه ترحيب أنه تفضل يعني ورينه شي اللي عندك قدم لنا حلقة نموذجية رحت صورته وكان فيه ليزامي اسمه تركي الخضير اللي كان يقدم عني البرنامج هو بناء جسام أنا محتاج معاي واحد يدرب أوزان يعني يستخدم الوزن في التدريب فهو ما شاء الله خبير في هذا المجال وكان مدرب تبع اتحاد ألعاب القوة أو اتحاد الأثقال رفع الأثقال لا اتحاد بناء الأدسام فدخل معي تركي وقلت له حقيقة أنا أبغى الأوزان فبدأنا فعلا الحمد لله وقدمنا الحلقة كان في بعض الملاحظات منتجناها وعدلناها وقدمنا الحلقة فأعجب فيها والله حمد انطلقنا من ذلك الوقت في تقديم برنامج رياضة الجميع ثم الرياضة في بيتك ثم خمس دقائق لصحتك ثم تمارين صباحية كنا نقدمها وما شاء الله سلسلة من البرامج لأن كل ما تنتهي دورة تلفزيونية كان يطلب مننا الاستمرار وتقديم فكرة جديدة ولله الحمد شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة